شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلاق فعالية مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الثانية الذي تنظمه دائرة الثقافة والأعلام بالشارقة وتشارك بالمهرجان ستة عروض مسرحية انتجت خصيصا للحدث الذي تنظمه إدارة المسرح بالدائرة وتمثل العروض المنتقاد ولا مجلس التعاون وتحفل التظاهر بحضور أكثر من 300 ضيف ومشارك بجانب العديد من النجوم المسرحي والدراما في الخليج